يشكل الاستحقاق الانتخابي في 15 أيار الحقل التجريبي أمام الأحزاب السياسية المسيحية والطارق إلى الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات الرئاسية وتخوض هذه الأحزاب معركة أوزان في الانتخابات لتحصل على أكبر كتلة نيابية تمكنها من الوصول لموقع الرئاسة الأولى بتفويت شرعي من الشعب اللبناني فالطيار الوطني الحر الذي يملك حالياً أكبر كتلة مسيحية في المجلس استطاع إيصال الرئيس بيشان العون إلى سدة الرئاسة وهو اليوم يطمح كما وبقية الأحزاب إلى الفوز بأكبر كتلة نيابية تمكن أي واحد منهم من فرض شروطه في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتحقيق حلم التربع على كرسيب عبده ورسمياً بدأ العد العكسي للاستحقاق الانتخابي حيث يخيم طيف المعركة الانتخابية على الأجواء اللبنانية سيطلعكم هذا التقرير على عدد المقاعد النيابية التي ستفوز بها الأحزاب المسيحية بحسب الدوائر لنبدأ القوات اللبنانية التي حصلت تحت اسم تكتل الجمهورية القوية في انتخابات 2018 على 15 مقعداً والمقاعد شبه محسومة في الدوائر كالآتي بيروت الأولى مقعد واحد وهي قريبة من تأمين مقعداً إضافياً البقاعة الأولى زحلة فمن المرجح أن تحصل على مقعدين البقاعة الثالثة بعلبك الهرمل فمن المرجح أن تحصل على مقعد واحد جبل لبنان الأولى جبال كسروين شبه محسوم مقعدين لصالحها وتعمل على تحصيل الثالث جبل لبنان الثانية أي المتن شبه محسوم حصولها على مقعد واحد وتجهد من أجل الحصول على الثاني جبل لبنان الثالثة أي بعبدة شبه محسوم حصولها على مقعدين جبل لبنان الرابعة أي علي الشوف شبه محسوم حصولها على مقعدين الشمال الأولى أي عكار شبه محسوم حصولها على مقعد الشمال الثانية أي طرابلس المينية الضنية شبه محسوم حصولها على مقعد الشمال الثالثة أي بشر زغرة البترون والقورة شبه محصوم حصولها على ثلاث مقاعد وقريبة جداً من الحصول على الرابع الجنوب الأولى أي صيدة وجزين غير محصوم حصولها على مقعد لكنها تحاول الوصول إلى مقعد عبر الكثير الأعلى إذن وفق الدراسات ستحصل القوات على 16 مقعداً وتعمل للحصول على خمس مقعد إضافية ننتقل إلى الطيار الوطني الحر الذي حصد عام 2018 تحت تكتل لبنان القوي على 29 مقعداً وتشير الدراسات اليوم الحصول على المقاعد وفق الدوائر كالآتي بيروت الأولى شبه محصوم حصولها على مقعد واحد بيروت الثانية شبه محصوم حصولها على مقعد واحد أيضاً البقاع الأولى أي زحلة شبه محصوم حصولها على مقعد واحد البقاع الثانية أي البقاع الغربي ورشية غير محصوم حصولها على مقعد لكنه يحاول الوصول إلى مقعد عبر الكسر الأعلى البقاع الثالثة أي بعلبك الهرمل شبه محصوم حصولها على مقعد واحد جبل لبنان الأولى أي جبال كسروين شبه محصوم حصولها على مقعدين ويعمل على الفوز بالمقعد الثالث جبل لبنان الثانية أي المتن شبه محصوم حصولها على مقعدين جبل لبنان الثالثة أي بعبدة شبه محصوم حصولي على مقعد واحد جبل لبنان الرابعة أي شوفوا علي شبه محصوم حصولي على ثلاث مقعد الشمال الأولى أي عكار شبه محصوم حصولي على مقعد واحد الشمال الثالثة أي بشار الزغرة البترون والكورة شبه محصوم حصولي على مقعد واحد ويعمل على الفوز بالمقعد الثاني الجنوب الأولى أي صيدة وجزين شبه محصوم حصولي على مقعد واحد إذن وفق الدراسات فسيحصل الطيار على 15 مقعداً ويجهد للفوز بثلاث مقاعد إضافية ويمكن أن يزداد عدد نواب هذا التكتل مع انضمام 2 أو 4 من نواب التشناق إلى التكتل في حال فوزهم لننتقل إلى حزب الكتائب الذي حصل عام 2018 على ثلاث مقاعد بيروت الأولى شبه محسوم فوزه بمقعد واحد جبل لبنان الأولى أي جبال وكسروين غير محسوم حصولي على مقعد لكنه يحاول الوصول إلى مقعد عبر الكسر الأعلى جبل لبنان الثانية أي المتن شبه محسوم فوزه بمقعدين ويعمل للفوز بالمقعد الثالث ولا ترشيحات له في باقي الدوائر إذن حصة الكتائب وفق الدراسات ثلاث نواب ويعمل على الفوز بمقعدين إضافيين لنتابع تيار المردة الذي حصل عام 2018 على ثلاث مقاعد من دائرتين فقط الشمال الثانية أي طرابلوس الميني الضنية شبه محسوم فوزه بمقعد واحد الشمال الثالثة أي بشرز غيرت البترون والكورة شبه محسوم فوزه بثلاث مقاعد إذن حصتي وفق الدراسات أربع نواب إذن هناك ثمينة وثلاثين مقعداً شبه محسوم للأحزاب المسيحية التقليدية نهيكم عن الوجوه السياسية المسيحية المستقلة التي ستحظى أيضاً بمقاعد نيابية فهل سنشهد فرقاً مؤثراً في المشهد البرلماني؟ وبالتالي هل سيفتح الباب على معركة رئاسية طوحنة بين الأحزاب والتغييريين؟ شاركون تعليقاتكم اشتركوا في القناة